فلسطين حزدي من الذاكرة مكانا رفيعا له مأثرة أجل كيف لا والنبي الكريم رسول السلام إليك سرى تراك الطهور تراث الأمم أساس حضارة جل الورا يد الغدر طالتك يا طهر أصابت فؤادك والخاصر تعتبر مدينة اللد من المدن الفلسطينية القديمة والعريقة فقد تم بناؤها على يد الكنعانيين العرب سنة ألف واربعمائة وخمسة وستين قبل الميلاد حيث كانت مركزا للدارسين والتجار خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد أيضا وقد أطلق عليها العديد من الأسماء عبر العصور المختلفة فقد سميت في عهد تحتمس الثالث الفرعوني بيرتن وفي عهد الرومان دعيت باسم ديوسوبلس بمعنى إله اليونان العظيم وقد اكتسبت مدينة اللد أهمية كبرى إبان الحرب العالمية الأولى حين جعل منها الإنجليز عقدة مواصلات برية وجوية مهمة فعندها تلتقي خطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة فقد اشتهرت وقتئذ بأن بها أهم محطة لسكك الحديد في الشرق العربي يوجد في مدينة اللد أربعة مساجد رئيسة يأمها المصلون بشكل يومي لأداء الصلاة وقراءة القرآن والتفقه في أمور الدين وهي مسجد النور مسجد دهمش وأقدمها المسجد العمري أو كما يطلق عليه المسجد الكبير ذلك المسجد الذي بني في عهد المماليك بأمر من الظاهر بيبرس وقد تم ترميمه عام 1980 ميلادية ليستقبل المئات من المصلين والباحثين عن الصحوة الدينية الحقيقية لقد اشتاقت اللد لأبنائها المغتربين اشتاقت لأياديهم الفتية التي يمكن أن تسهم في بنائها وتطويرها ها هي الشوارع تنادي رجالاً ونساءاً كانوا هنا تنادي أطفالاً كانوا يلعبون أمام أبواب منازلهم الصغيرة ها هي الحارات والأزقة اشتاقت لرائحة خبز الطابون وزيت الزعتر والزيتون فأين ذهبوا ومتى سيعودوا هكذا تتساءل الأرض والسماء هنا فلسطين حزدي من الذاكرة مكاناً رفيعاً له مأثرة أجل كيف لا والنبي الكريم رسول السلام إليك سرى تراك الطهور تراث الأمم أساس حضارة جل الورا يد الغدر طالتك يا طاغرة أصابت فؤادك والخاصرة